السلام عليكم وربيني الدواجن في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة النهاردة من الحلقات المفيدة جدا لو حضرتك من الشخصيات اللي بتحب تنظم كل حاجة في تربيه الدواجن أو حضرتك مستثمر جديد في تربيه الدواجن وعايز تعرف تفاصيل دقيقة علشان ما حدش يضحك عليك من العمال أو من أي حد في صناعة الدواجن النهاردة يا شباب هقدم لحضراتكم إزاي تحسب وزن الكاتاكيت من أول يوم لآخر يوم يعني لو حضرتك بتربيه في ميت كاتكوت أو حتى عشر تلاف كاتكوت إزاي تحسب الوزن اللي المفروض الكاتكوت يصله عمره أسبوع أو عشر تيام أو 14 يوم إزاي تحسب معدل استلاك العلف اليومي يعني المفروض الميت كاتكوت يأكله كم في اليوم أو الألف كاتكوت المفروض يأكله كم النهاردة كل عمره مختلف عن اللي قابله طيب إزاي نحسبها هل الكاتكوت لو جالك وزنه 44 جرام هيكون نفس مقياسه ونفس معدل النمو لو الكاتكوت جالك 36 جرام طيب الأفضل ننزل كاتكوت 36 جرام ولا ننزل كاتكوت 44 جرام أي وزن بالزبط هيكون مفيد لحضرتك في معدل التحويل كذلك هنعرف النهاردة استهلاك الماء يعني حلقة النهاردة يا شباب لازم حضرتك تنزلها على موبايلك أو تحفظها على موبايلك حالا لأنك هتحتاج المعلومات اللي فيها على مدار السنة فمثلا خلونا نبدأ علشان ما نضيعش وقت حضرتك لو أنا النهاردة استلمت الكاتكوت 42 جرام أو استلمت 36 جرام خلونا نبدأ ب42 جرام لو الكاتكوت وزنه 42 جرام زي ما حضرتكو شايفين على الشاشة أول يوم بيأكل 13 جرام بعد كده 17-20 زي ما حضرتكو شايفين على الشاشة والزيادة في الوزن مكتوبة تحت جنب الاستهلاك اليوم للعلف يعني لو جيت حسبتها على عمر مثلا 7 أيام المفروض الكاتكوت يكون وزنه 181 جرام تقريبا ويكون أكل تقريبا 166 جرام يعني حضرتك لو بتربي في 1000 كاتكوت أو 100000 كاتكوت بتضرب بقى الكام جرام في عدد الكاتكيتي اللي عندك فمثلا على عمر 10 أيام المفروض الكاتكوت بيأكل كام كل يوم بيأكل 48 جرام في اليوم بتضرب بعد كده في العدد اللي عندك على عمر 14 يوم زي ما حضرتكو شايفين على الشاشة المفروض الكاتكوت بيكون أكل تقريبا 538 جرام الاستهلاك اليومي بيأكل في اليوم 69 جرام معدل الزيادة اليومية 51 جرام وزنه المفروض على عمر 14 يوم يكون تقريبا وصل 469 جرام نفس الكلام على عمر 21 يوم و 28 يوم طيب لو استلمنا الكاتكيت وزن 36 جرام نحسبها ازاي هقدم لحضرتك دلوقتي الطريقة التانية اللي هي بتعتمد على وزن الكاتكوت عمر يوم استلمته 36 جرام يبقى هيوصل معك كم جرام عمر 7 ايام او 14 يوم بتضرب في معادلة المعادلة دي مهمة جدا علشان كل واحد بيستلم كاتكيت وزن مختلف عن التاني فمثلا لو انت استلمت الكاتكوت 36 جرام وجيت على عمر 7 ايام المفروض تضرب في 4 و 6 من 10 يبقى 36 فيه 4 و 6 من 10 هيديك معدل وزن 165 جرام لكن على عمر 14 يوم بتضرب نفس الرقم اللي هو 165 جرام اللي انت حصلت عليه عمر 7 ايام بتضربه في 2 و 7 من 10 فيديك تقريبا 447 جرام عمر 14 يوم وترجع تضرب الوزن اللي تحصل عليه عمر 14 يوم في 1 و 9 من 10 علشان تحسب وزن 21 يوم وهكذا زي محراراتكم شايفين على الشاشة يعني الوزن بيتحسب حسب استلامك للكاتكوت كان اصلا وزنه كم جرام علشان ما تظلمش نفسك او تظلم عمالك او تبقى انت مش واخد بالك من نقطة فنية مهمة في تربية الدواجن اذا اعزائي المشاهدين مربين الدواجن وزن الفراخ الاسبوعي بيعتمد على استلامك اول يوم للكاتكوت كان وزنه كم جرام تاني حاجة جودة ونوع العلف دي نقطة صعب ان انت تحددها او تقسها علشان كده بنصحك تشتغل في اعلاف تكون مشهورة ومعتمدة والناس كلها بتشهد لها طيب يبقى احنا كده يا شباب عرفنا ازاي نحسب الوزن كل اسبوع طيب بالنسبة ليه الميا والعلف اليومي بتتحسب ازاي الاستهلاك اليومي للعلف زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة استهلاك اليومي للعلف يعني مثلا لو جيت بصت كده على العمر مثلا عمر سبعة ايام يبقى الاستهلاك اليومي للعلف تقريبا 35 جرام عارفين استهلاك الميا بيكون كام تقريبا اضرب العلف في اتنين لكن حساب الميا يا شباب بيكون تقريبي لان الميا متغيرة شوية حسب درجة حرارة العنبر وحمودة الميا او قلوتها لكن المتوسط العام في الميا بيكون تقريبا ضعف استهلاك العلف فلو انت عمر مثلا عشر ايام استهلاكك في العلف مثلا 48 جرام اضرب في اتنين يديك متوسط استهلاك الميا يعني ممكن يكون الميا في حدود 100 ملي لكل طائر عند عمر مثلا 14 يوم لو استهلاك العلف اليومي تقريبا 70 جرام يبس تهلاك الميا حوالي 140 ملي لكل طائر لكن هل هل الكاتكوت الصغير بيخسر ولا بيكسب ده سؤال خدوا بالكم يعني اجابته صعبة شوية لان الكاتكوت الصغير هو ما بيكلش الكمية العلف الي الكاتكوت الكبير بيوصلها ما هو برضو ما خسركش حاجة انه ما اكلش نفس كمية العلف يعني معدل التحويل يعتبر واحد متشابه ما فيش مشكلة في معدل التحويل العلف الي تاكل اتحول لحم لكن الفكرة ان الكاتكوت الكبير بيديك وزن اسرع يعني مثلا على عمر 28 يوم الكاتكوت الكبير بيديك مثلا متوسط وزن كيلو 475 في الكاتكوت الصغير ممكن تلاقيها عاملة كيلو 300 اذا لكن هو ما اكلش نفس كمية العلف فهو ما خسركش علف لكن خسرك ايه ايام خسرك يومين ثلاثة لكن خليك دايما ناصح ويمسك العصايم النص حاول تجيب كاتكوت وزنه في متوسط من 40 ل 42 جرام هو دا الوزن المثالي بيكون فيه مناعة كويسة جدا من الام وفي نفس الوقت وزنه مثالي ما يأخرجش في التحويل او في البيع بعد كده بكده يا شباب نكون لخصنا حلقة النهاردة يارب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم الدكتور سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا